رأي المجري رأي المجري ده احنا بنقوله وأمرنا لله اللي عاوز ياخد به أهلا وسهلا واللي مش عاوز ياخد به برضو أهلا وسهلا لكن الواجب علينا ان احنا بننبه و بنقول احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن منتخبنا القومي وقلنا منتخبنا القومي الفترة اللي جاية قدامه مباريتين وقونق والزجاجة كسبناهم وصلنا للتصفيات لكاس العالم لقدر الله خسرناهم مش هنوصل كاس عالم لما قلنا خلاص لازم نشوف مدرب على مستوى عالي جدا اللي احنا عندنا مباريتين مباريتين في التصفيات مهمين جدا هم مباريتين ليبيا مباراة أولى في مصر ومباراة تانية في ليبيا لازم نكسب المباريتين أو نكسب المباراة الأولا اللي في مصر يمكن نتعادل اللي هناك المهمة من نتغلبش لو اتغلبنا لقدر الله نبقى بره اللعبة خالص فعشان كده بقول لجماهير الكرة المصرية سيبنا بقى من الانتماءات الاهل والزمالك ونسيبنا بقى من كل الشد اللي احنا فيه ده والتعصب اللي احنا فيه ده ونقف وراء بلدنا يعني ايه وراء بلدنا يعني وراء منتخبنا وراء منتخبنا لان عندهم مباريتين مهمين جدا والمباريتين دول زي نقول لكم دول يوصلون لكاس العالم انتوا تخيلوا ان مصر الفترة اللي جاية في 22 في قطر مش في كاس العالم طيب مين السبب؟ السبب ده هنتكلم في حاجات كتيرة جدا بس بشوقته احنا عندنا مباريتين مهمين قوي ولازم كلنا نلتف حول منتخبنا منتخب مصر دلوقتي بقى بيتولى مدرب اجنبي كرويش اللي هو مدرب البرتغالي لكن الحاجة اللي مزعلاني ان انا لما بشوف اللاجنة السلسية لما بيدير الازمة ما بيدرهاش بحرفية رغم ان احمد مجاهد والناس اللي موجود معا كلهم اصدقاء وناس على مستوى عالي جدا من الفكر محدش يقدر ينكر يعني انما اداروا الفترة اللي فاتت يعني بطريقة هوا شوية ومن الحاجات اللي زعيتنا اكتر اما يكون عندنا واحد بحجم الكابتن حسن شحاتة اللي عمل تلت بطولات على مستوى افريقيا وعمل فيها احلى كورة منتخب مصر من سنين هتتكرر تاني يا الله واعلم انما عشان نتكلمه ونقوله حط التيم بتاعك ونبدأ شوف اللاعبين ويبدأ 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 والرجل يبدأ يشتغل ويبدأ يبص هو هيعمل ايه الفترة اللي جاي ويكون الجهاز بتاعه ومرة واحدة يفاجأ يفاجأ ان في الاتفاق مع مدرب اخر وبيقول لنا بالزعلان انما احنا لازم نزعل ده مدرب مصري وحسن شحاتة ده شوية عشان يتعامل فيه كده ياخد طالما انت طالما انت فيه فكرك حاجة تانية وانت جاب حسن شحاتة عفوا انت انا بقول حسن شحاتة جاب الكابتن حسن شحاتة وحطبولي استاند باي لأي حد عشان انهم مليتش اي حد ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش احنا بنهضر بكرامة المصريين وده نتوقف عنده كتير جدا احنا بلدنا الوقت بقى لها اسم واسم جامد قوي وكل العالم كله بيقامل حساب لمصر بش هيجي بعض الافراد يبقى وزوا المنظر العام بتاعت مصر حسن شحاتة ده علامة من علامات الرياضة المصرية بشكورها المصري ده علامة من علامات الرياضة المصرية وشوية يقولك حسن حسن لا شوية يقولك اهاب جلال لا شوية مش عارف ايه معرفش يعني المنظر العام اللي كان موجودين فيه مش كويس سيبنا من الكلام ده احنا عايزين نركز الفترة اللي جاية مع منتخبنا القوم مع المدير الفاني الجديد ومع الجهاز المصري اللي موجود معاه ويمكن انا سمعت ان للعقد اللي اتعامل مع كرويش حاجة غريبة جدا طيب لو احنا لا اقدر الله لا اقدر الله لا اقدر الله بقولك ان دايما متفائل عشان بتقولش ايه الواحد ايه انت بتنقل ايه وانت بتعمل ايه وبيش عارفوا الكلام ده كله لم ما وصلناش كاس العالم هل هتمشه المدير الفني الجديد البرتغالي انا ما عرفش وانا عرفت ان فيه شرط جزائي موجود في قلب العقد اللي اتعامل للمدير الفني بيقوله لو ما وصلتناش كاس العالم انت خارج اتحاد الكورة فلازم المدير الفني يكسب المدير الفني المدير الفني والمدير الفني اللي بعد كده عشان يوصل كاس العالم ما وصلش طب ليه ليه بناخد قارات متسريعة انتوا يعني انتوا انا امعرفش السوشال ميديا هي اللي مقصرة على كل شيء دلوقتي هي اللي بتقولك قعد فلان ومشي فلان يا جماعة ما ينفعش احنا مصر بلد كبيرة مصر يعني اول الفرقة الافريقية اللي بدعت الكورة في القرى الافريقية كانت مصر والسودان احنا نسينا ولا ايه فانا بقول طبعا الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا على منتخبنا القومي ربنا وفاقه من شاء الله واش عايزين مجمالات احنا هنقفل السكة دي كلها ونقفل الموضوع ده كله وهنركز مع منتخبنا الفترة اللي جاية لان زي ما قلت لكم الفترة اللي جاية صعب المنتخب مصر وبرتين بتوع ليبيا من اصعب ما يكون ليبيا فرقة كويسة رغم الظروف اللي قد نبور بيها انما عملوا فرقة واستعدوا كويس قوي اكسب الماتش اللي في مصر الاول بعد يبقى مفكر في الماتش اللي هناك كسبنا الماتش اللي في مصر ربنا سهل ان شاء الله يبقى فيه يعني فيه تقدر تاخد نفسك شوية انما الماتش التاني اللي في ليبيا ما نخسروش ممكن تتعادل ممكن تكسب واللي عاوز يوصل كاس العالم لازم يكسب كل ماتشاته ده اللي احنا نعرفه وده اللي احنا اتعاودنا عليه دي من الحاجات اللي هي كنت لازم اتوقف عندها والحاجة التانية اللي انا عاوز اتكلم فيها اللي احنا منحضر خطر جدا وانا بقول للمسؤولين انتم المسؤولين عن كل شيء وبقول لسيد وزير الشباب ورياضة دكتور أشهر صبح اقعد مع المسؤولين على الكرة المصرية وفيه حاجات كده وتتحل انما بالوضع الحالي ده انا شايف العملية سمك لابن طمر هندي على الاخر انا ما عنديش كلام تانا قدر اقوله اكتر من كده وربنا وفق منتخبنا الفترة اللي جاية ونشوفه في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله وده اللي احنا كله نتمنى كده الفقرة وانا دي خرصت